هيئة الانواع الجوية والرصد الزلزالي ان العراق يدخل اليوم في مرحلة دون درجة الصفر مئوية ووفقا لجداول الهيئة فان العاصمة بغداد واربيل والسليمانية وواسط ستسجل درجة الحرارة صفر مئوية خلال الليل وتسجل دهوك وصلاح الدين وديالا درجة واحدة تحت الصفر بينما تسجل الموصل درجتين تحت الصفر واضافت ان الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية سيكون صحوا والرياح ستكون خفيفة الى معتدلة السرعة